افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات الخدمية في مجال الاتصالات بمحافظة الفيوم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة شملت المشروعات تاتشين الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم من أجل توظيف بديوان عام المحافظة إلى جانب افتتاح عدد من مكاتب البريد بقرى المحافظة وتم تنفيذ كافة المشروعات والخدمات وفقا لجدول زمني محدد بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين محافظة الفيوم تحظى بنصيب كبير لدينا في محافظة الفيوم أكتر من 100 فرع عندنا 109 مكتب في محافظة الفيوم الفروع معظمها تطور أكتر من 60% تطور نصيب حياة كريمة منها أيضا نصيب كبير في التطوير مشاركة البريد المصري في أكتر من 1415 قرية 52 مركز بـ 839 مكتب تطورن أكتر من 70% منها مش بس في الشكل الخارجي في الخدمات أيضا وفي التقنيات المختلفة